واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 87 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 44 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 23 طن وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 612 قضية من بينها 151 قضية خبز ناقص الوزن و114 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتتاول القمح المحلي تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت أكثر من 13 طن أقماح محلي